تزداد في الأوينة الأخيرة تكاهنات والخبراء والمحللين ووسائل الإعلام حول مصير انعقاد القمة الخليجية المقرر عقدها في العاصمة الكويتية ديسمبر المقبل ويرى الكثير من المراقبين أن الأهم من عقد القمة هو قبول قطر مطالب الدول الدعية لمكافحة الإرهاب وعودتها لعمقها الخليجي وتتراجع عن سياسة السهداف استقرار الدول من أجل أن تحقق القمة نجاحا ينعكس على المسيرة التنموية الخليجية مع اقتراب الموعد السنوي لانعقاد القمة الخليجية كثرت في الأوينة الأخيرة تحليلات المحللين وكثرت معها سيناريوهات حول مصير دورة هذا العام القمة ستعقد من غير قطر القمة ستعقد بإرسال مندوبين دون القادة القمة سيتم ترحيلها حتى إشعال آخر لم تغي بالسيناريوهات على ما يبدو من أذهان المحللين كل هذا غير مهم من وجهة نظر المنطق بل المهم هو أن تصلح قطر من سياستها وأن تعود لرشدها بقبولها مطالب أشقائها لتحقق القمة نجاحا ملموسا وليكون للقاء قادة الخليج لذة تستطعمها شعوب الخليج ومن بينهم الشعب القطري الذي هو جزء لا يتجزأ من منظومة مجلس التعاون ومصيره مصير مشترك مع شعوب دول المجلس وهو مبدأ لم يغب عن السعودية والبحرين والإمارات فلا يرتبط سلوك النظام بمصير شعبه تأسس المجلس لحماية أمن واستقرار دول المجلس وللتعاون بكافة المجالات أمنية كانت أم تنموية تحقيقا للرقي ورخاء مواطني لكن النظام القطري حمل وجهة نظر مختلفة حادت عن مسار مبادئ المجلس وسعى لزعزعة أمن واستقرار دوله وحتى هذه اللحظة لم يكتفي الإعلام القطري بعد من دعايته الموجهة ضد مجلس التعاون الآن أصبح مجلس التعاون مجلس غدر قبل اندلاع الأزمة الراهنة كانت المناصحة داخل البيت الخليجي وكان من الأولى أن تلتزم قطر باتفاق الرياضي 2013 والاتفاق التكملي من بعده لتجنب نفسها المقاطعة العربية والمواقف الدولية المؤيدة للمقاطعة لكن من بين هذا التعنت القطري لا زال النظام ينظر بخجل إلى مقعده في القمة لأن القمة وكما عاهدناها البيت الجامع لحل الخلافات الخليجية الخليجية أما هذه المرة فعودة قطر إلى جادة الصواب وقبولها المطالب هو المفتاح لعقد قمة ناجحة فلا يجتمع النقيضان تحت سقف واحد